المزيد حول هذا الموضوع يا سرني أن ينضم إلي عبر الهاتف سعادة المستشار الدكتور محمد مجبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نرحب بك سعادة المستشار في نشرة أخبار الثالثة إذن من الأهمية التي يمثلها أطلاق خدمة الإشارات الحكومية إشعارات نعم بسم الله الرحمن الرحيم في البداية تخدم لك بجزيل الشكر على هذه الاستضافة وشكر موصول كذلك أخواني مشاهدين طبعا هذه الاستضافة راح أسلط ضوء على الخدمة الجديدة المقدمة من وزارة العدل والشؤون الإسلامي والأوقاف وهي خدمة إشعارات في الإعلانات القضائية وموجودة في النظام الوطني للإشعارات الحكومية طبعا أنا سمحيلي في البداية بتطرق إلى ما هي خدمة إشعارات في إعلانات القضائية خدمة إشعارات في الإعلانات القضائية هي خدمة مقدمة من وزارة العدل والشؤون الإسلامي والأوقاف وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز تيسير إجراءات التقاضي ورفع كفاعة الخدمات وتسهيل إجراءات الحكومية والمواصلة في تطوير الأنظمة بما يكفل تبليغ أطراف الدعاوة من الأفراد بالإعلانات القضائية من خلال عنوين موثوقة ومحدثة وطبعا هذه الخدمة ستقدم اعتبارا من شهر ينايض 25 لا شك أن هذه الخطوة التي هي خدمة إشعارات في الإعلانات القضائية هي خطوة تأتي في إطار استكمال التحول الإلكتروني في جميع إعلانات المحاكم عبر استخدام قاعدة البيانات التي تتيح منصة البواب الوطنية لمملكة البحرين من خلال النظام الوطني للإشعارات الحكومية والمتاح على البوابة الوطنية لبحرين دوت بيهج واللي يقدم المواطنين والمقيمين والمواطنين دول مجلس تعاون منصة موحدة لاستلام وتلقي الإشعارات الرسمية المتعلقة بمعاملاتهم الحكومية عبر رسائل قصيرة والبريد الإلكتروني عوضا طبعا عوضا كل ذي عن المراسلات الورقية وعليه طبعا وزارة العدل تحث جميع المحامين والأفراد المتقاضين إلى ضرورة التسجيل في النظام الوطني للإشعارات الحكومية المتوفرة لهم على البواب الوطنية لمملكة البحرين والمباجرة بتحديث بياناتهم في حال حصول أي تغيير عليها لأن هذا سيتم اعتماده كعناوين اتصار رئيسية والتي هي المسجلة في هذه المنصة فتعتبر أساسا في الإعلانات القضاءية لذلك ندعو الجميع إلى ضرورة من المتقاضين طبعا من المحامين والأفراد إلى تحديث هذه البيانات حتى يمكن أن يتم الوصول أو توصيل لهم الإشعارات من خلال الإعلانات القضاهية عبر النظام الإلكتروني نعم سعادة المستشار ما أبرز أهداف إطلاق هذه الخدمة في ظل عملية التحول الرقمي التي تشهدها مختلف الوزارات في مملكة البحرين لسيما وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأقاف نعم نعم نحن طبعا نحن نتناشى الله يطول عمرش مع سياسة الحكومة في تيسير إجراءات التقاضي ورفع كفاءة الخدمات وتسهيل الإجراءات الحكومية بقصد طبعا تحقيق الاستدامة وتحقيق التطور في جميع الخدمات المقدمة الحكومية ولا شك أن هذا هو جهد كبير قامت في وزارة العدل بالتنسيق مع الإخوان في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ولا شك أنه في نهاية هو طبعا يساهم في تعزيز وتسهيل الإجراءات التقاضي عموما سعادة المستشار الدكتور محمد مجبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كل الشكر لك على هذه المداخلة اشتركوا في القناة